في عام 2019 تم التعاقد مع شركة ترانسيمات شولدن جروسية المجارية لتوريد الـ 1300 عربية الجديدة مختلفة الانواع ودي اكبر صفقة في تاريخ السك الحديد احنا كنا بنفتخر عندنا 1212 عربية لحنا جابنا 1300 1300 دول 500 درجة تالتة زاتة تهوية دينماكية يعني فيها مراوح مش تكيف و500 درجة تالتة بتكيف ودي الاول مرة برضو تخش في مصر او حتى في دولة اخرى عربية درجة تالتة مكيف وده بصراحة كان مجهود وتوجيه من سادة الرئيس مع رئيس شركة ترانسيماتش الروسية بعد ما خلصت اتفاق فسادة الرئيس يعني قال له بقى اكراما لمصر والمصريين هتدينا كام عربية زيادة الراجل طبعا يعني دخم مننا سادة الرئيس قال له طبعا انا مش عايز عربية زيادة هناخد نفس العربيات بس تكيف لي الخمسموت عربية من الالف عربية درجة تالتة والحمد الله وفقه وطبعا ده تأدير كبير للقيالة السياسية المصرية من الروس والرئيس الروسي والحمد الله بقى عندنا دلوقتي الخمسمية الدرجة التالتة اللي بمروحة وعندنا تقريبا مئة وخمسين وصلنا الوقت ستمئة وخمسين من العربة التالتة حراتكم هتشوفوا على السكة العربية اللي فيها العلم دا كده دي التالتة العادية اللي فيها مروحة يعني واللي فيها الأهرامات دي احنا مفرقنا فيه اللون عشان دي العربية التالتة المكيفة دي شكل العربية التالتة المكيفة من الداخل وستك تشوفها فنم كده النهاردة موجودة متوردة كده في موجودة في أسوان ودي العربية التالتة اللي فيها مروحة دا فنم بقى برضو في 2019 وده كان مش علشان يتعينت في 2019 لأ كان مدرج وكان ستك مصر نتعاقد على هذه التعاقدات احنا خلصناها وأنجزناها مع شركة طالجو الأسبانية لتوريد ست خطرات كاملة جاري شحن الخطر الأول بعد ما خلصنا كل المشاكل يا فنم والمحكمة الأسبانية قدت إفراج خلاص والقطر الحمد لله بيتشحن مبارح والنهاردة هيكون عندنا في نص يناير دي يا فنم بقى دي نقلة نوعية خالص في سواء شكل العربية من الخارج معادش بقى البرواز ده والكلام ده لا بقى فيه إزاز فامية شكله شيء يعني عربية إنسابية عربية جميلة جدا زائد بقى العربية من الداخل يا فنم بالمنظر ده عربيات درجة أولى ودرجة تانية فاخرة حتى جوة العربية نفسها فيه مكان مميز لو أسرة مع بعضها بتركب مع بعضها هنا الخطرات يا فنم إن شاء الله هتنتهي توليدها بالكامل قبل تلاتين ستة القادم وتكون عندنا على سكة الحديدية والنسبة يا فنم زي ما ساتك وجدت وبتوجد دايما إحنا العربيات دي مش هندخلها في التشغيل مباشرة إحنا فندم مصرين نجيب مستثمر سواء مصري أو أجنبي يبدأ يخش معانا شراكة إحنا عندنا السكة وعندنا الإشارات المتطورة وعندنا الخطرات الجديدة هو يخش معانا بالتشغيل لأنه فعلا زي ما حدك دايما إحنا بنتكسفش نقول كده هو أخضر مننا على التشغيل وحكمتها الإجراءات بتاعة التشغيل فإحنا إن شاء الله بإذن الله دول زائد الدرجة الأولى المكيفة الروسي هم مش شدونا قطر زيادة يا كامل أيها فنم بس أنا يعني صعي طيب عاليش كاتب ليه أيها فنم دول ستك ستة القطرات وأثناء المعرض ولما أنا رحت للناس عشان نحل لهم مشكلة الحجز اللي كان على القطرات وإنهم أنتوا تأخرتوا زيادة عن الرزوم طيب إحنا مش السبب لا السبب فالمهم الرئيس الشركة يعني كان راجل لارجي أو كريم فقال لي بس لما أجل المعرض قدام سيادة الرئيس أنا مش هتبرع على مصر أنا هد المصر قطره دية تعويرا عن التأخير اللي تم فيه الصفقة يبقوا سبع قطرات بدل من ست قطرات